موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمسلين قال تعالى في الآية السادسة بعد المئة الأولى من صورة النساء واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيمة هذه الآية تأمر النبي صلى الله عليه وآله بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى واستغفر الله قال الطبري في تفسيره إن الله أمر النبي أن يستغفر عن عقوبة ذنبه في المخاصمة عن الخائنين ونحن نستغفر الله من هذا التفسير فإن النبي صلى الله عليه وآله كما قدمنا لم يخاصم عن الخائنين أي لم يدافع عنهم بدليل الآية الثالثة عشرة بعد المئة التي سنأتي إلى تفسيرها من هذه الصورة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء لكن قد يلاحظ البعض ويتساءل كيف يوجه القرآن الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وآله بالاستغفار وهو المعصوم الذي لا تخطر بباله المعصية فضلا عن ارتكابها وقد يجاب عن ذلك بأن الإسلوب القرآنية يوحي بالخطاب للأمة من خلال خطاب النبي صلى الله عليه وآله إمعانا في تأكيد الأهمية للموضوع وربما يخطر بالبال أن الاستغفار لا يراد منه معناه الحرفي الذي يدل على وقوع الإنسان في الدم أو حضوره في أجوائه بل يقصد منه الإبتهال إليه تعالى ليسدد الإنسان بالابتعال عن ذلك من باب التعبير عن عصمة الله للإنسان بتوفيقه للبعد عن الذنب بطريقة الطلب إلى الله أن يغفر له ذلك كأسلوب من أساليب التعبير عن النتائج بالمقدمات والأمر بالاستغفار من الذنب لا يستلزم وجود الذنب إلا أنه سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالاستغفار من ذلك لعلو مقامه على حد قول العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين أو أن المعنى واستغفر الله لها أولاء الخائنين لكي يتوب إلى الله تعالى ببركة استغفارك لهم إن الله تعالى كان كثير المغفرة لمن تاب إليه وكثير الرحمة لمن آمن به واتقاه والذي نراه أيضاً في تفسير الآية أن النبي صلى الله عليه وآله بصفته بشراً قد يحسن الظن بمن لا يستحقه ثم تنكشف له الحقيقة عن طريق الوحي أو غيره قبل أن يرتب أي أثر على حسن ظنه فأمره سبحانه أن يستغفر الله مما يعرض له من حسن الظن بمن ليس أهلاً له والقصد أن يتحفظ ويحطاط ولا يركن إلا بعد اليقين وأيضاً إن النبي صلى الله عليه وآله قد حكم في تلك القضية وفقاً لقوانين القضاء الإسلامي وبما أن الأدلة التي جاء بها الخائنون كانت بحسب الظاهر أقوى لذلك أعطى الحق لهم وبعد انكشاف الحقيقة ووصول الحق إلى صاحبه يأتي الأمر بطلب المغفرة من الله ليس لذنب مرتكب بل لتعرض حق فرد مسلم إلى خطر الزوال بسبب خيانة البعض من الأشخاص أي أن الاستغفار بحسب الاستلاح لأجل الحكم الحقيقي لا الحكم الظاهري وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار يتبين لنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله مكلف بالحكم وفقا لظاهر القضية واستنادا إلى أدلة طرفي الدعوة وبديهي أن الحق في مثل هذه الحالة يصل إلى صاحبه ويحتمل أحيانا أن لا ينطبق ظاهر الدليل وشهادة الشهود مع الحقيقة فيجب الانتباه هنا إلى أن حكم الحاكم لا يغير من الحقيقة شيئا فلا يصبح الحق باطلا ولا الباطل حقا والله العالم بآياته ثم يقول تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما بعد الآيات التي جاءت بتحريم الدفاع عن الخائنين تستطرد هذه الآية والآيتان اللتان تليانها في التشديد على حرمة الدفاع عن الخائنين بالأخص أولئك الذين يخونون أنفسهم فتقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم الخطاب بظاهره للنبي صلى الله عليه وآله ولكن التكليف عام لكل عاقل بالغ بخاصة القضاة والحكام أما الذين يختانون أنفسهم فهم من اقترف ذنبه ورمى به بريئة أي ولا تخاصم وتدافع عن هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ويخونونها بشدة وإصرار إن الله تعالى لا يحب ولا يرضى عن من كانت الخيانة وصفا من أوصافه وخلقا من أخلاقه وكذلك لا يحب ولا يرضى عن من كان الإنهماك في الإثم والمعصية عادة من عاداته ومن جادل عنهم فهو مثلهم ومعنى خيانة المرء لنفسه أن يحملها ما لا تطيق من العذاب لإخلاله بالواجبات وارتكابه المحرمات وقدمنا أن النبي صلى الله عليه وآله ما دافع ولن يدافع عن الخائنين وهذه الآية تؤكد قوله ولا تكن للخائنين خصيمة وتبين أيضا أن من ظلم غيره فقد ظلم نفسه وأنه تعالى يمقط كل خائن وظالم لنفسه ولغيره فهذه الآية تشير إلى الذين يخونون أنفسهم بينما الذي عرفناه من سبب نزول الآيات السابقة هو أنها نزلت في شأن الذين يخونون الغير وفي هذا إشارة إلى ذلك المعنى الضقيق الذي ينبه إليه القرآن في العديد من الآيات وهو أن أي عمل يصدر عن الإنسان يتأثر بنتيجته الإنسان ذاته قبل غيره كما جاء في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أو لأن المسلمين جميعا كالجسد الواحد فمن تظاهر بأنه منهم ثم خان أحدهم فكأنما خان نفسه وأوردها موارد البوار والتهلكة باعتدائه على حقوق الجماعة الإسلامية وزعزعة أمنها واستقرارها ثم تحدثت الآية عن طبيعة العلاقة بين الله وبين الخائنين هؤلاء فهم من الأشخاص الذين لا يحبهم الله إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر فالذين لا يحبهم الله لا يجوز أن يجادل عنهم أحد ولا أن يحامي عنهم أحد وقد كرههم الله للإثم والخيانة فكيف يمكن للإنسان المسلم أن يحب من لا يحبه الله مع أن علامة إيمان المؤمن هي أن يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله بحيث يكون شعوره السلبي والإيجابي تبعا لإيمانه فيما يحيه من مشاعر وعواطف والأمر الآخر في الآية أنها لا تخص الذين يرتكبون الخيانة لمرة واحدة ثم يندمون على ما فعلوا حيث لا ضرورة لاستعمال العنف والشدة مع هؤلاء بل هم بحاجة إلى الرأفة أكثر والشدة يجب أن تطبق على أولئك الذين يحترفون الخيانة وتكون جزءا من حياتهم ويدل على هذه القرينة الواردة في الآية من خلال عبارة يختانون التي هي فعل مضارع يدل على الاستمرارية بالإضافة إلى القرينة الأخرى التي تفهم من عبارتي خوانة أي كثير الخيانة وأثيمة أي كثير الذنب وجاءت خواناً أثيمة جاءت بصيغة المبالغة لإفادة أن الخيانة والإثم صار وصفاً ملازماً لهؤلاء الخائنين الآثمين إن الإسلام يرفض الخيانة من الإنسان بأي شكل كانت وفي أي موقع وجد في الحقول العامة والخاصة من حياة الفرد والمجتمع في قضايا المال والحكم والنفس والعرض والعلاقات ويؤكد الإسلام في رفضه لكل القيم الشريرة على أن يتحرك الرفض في الفكر والشعور والعمل فلا يعيش الإنسان فكر الخيانة كطريقة يخطط بها الخطط ليتحرك الفكر من هذا الموقع ولا يرضى له بأن يتعاطف مع الخائنين بالشعور والكلمة والموقف لأن المؤمن لا يجتمع في قلبه حب الأمانة وكره الخيانة مع محبة الخائنين وعلى هذا فلا بد من مواجهة الخونة بالموقف السلبي الحاسم الذي يتمثل فيه موقف المواجهة لهم وترك الدفاع عنهم ومناصرتهم بأية وسيلة كانت وفي ضوء ذلك لا يبيح الإسلام مهنة المحامات إذا انطلقت في خط الدفاع عن المجرمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة